موسيقى ترأس من مغرب هذا الأسبوع أشغال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة اللي انعقدت في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي كينيا بعد واحد الولاية سنتين في هذه الرئاسة ابتداء من مارس 2022 وهذا الدورة تنعاقد في واحد السياق العالمي اللي كعرف مجموعة من الإكرهات كيف ما كنتعرفوها والتورات الجيوسياسية نزاعات حروب انتخابات اللي كتنضم في مجموعة من الدول اللي عندكم 50% دي السكان العالم اللي كنتخبوا اليوم القادة دي لهم في 2024 وطبعا نبغينا أيضا الحجة الماسة إلى استعادة الثقة في تعاون متعد للأطراف في السياسة وفي العلم وتوجات أعمال هذه الدورة بالمصادقة على مجموعة من القرارات الهامة قد تساهم في تعزيز الحكامة البائية قد تساهم في تدبير الموارد المائية والرفع من جودة الهواء تدبير الموارد الكيمائية والنفايات تدهور دي الأراضي وتسحور البحار وأيضا تدبير الموارد المعدنية وحد النقطة جديدة في هذه الدورة تم اعتماد أيضا بيان وزاري لكي يهدف إلى إعادة اتقاف النظام المتعدة للأطراف وسيتم إرساله إلى الأمير العام لجمعية الأمم المتحدة كمساهمة في قيمة المستقبل لغض النعاقد في شهر شتنبير من هذه السنة في نويورك وهذه الدورة كانت أيضا مناسبة للمغرب لعرض التقدم المحرز تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجنال الملك محمد السادس نصره الله من خلال المشاريع الهيكلية في مجموعة من المجالات طبعا الطاقة المتجددة المشاريع الهيكلية التي كانت ضيوها في الهايدروجين الأخضر التدبير المستدام للموارد المائية وأيضا المشاريع الهيكلية التي كانت تواكب تنظيم للكأس العالم اشتركوا في القناة